موسيقى 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 والنهاردة هنتكلم عن السامسونج جالاكسي اي 50 موبايل ده من ساعة مانيزل مصر والعليه ضغجة جامدة جدا واليوتيوب غرقان فيديوهات عليه واكيد ده مش اول فيديو تشوفه الموبايل ده اكيد انت شفته قبل فيديو ده بتاع خمس فيديوهات قبل كده وكل الكلام اللي بتقال في فيديوهات ده على ان سامسونج بترجع تسيطر على الفئة المتوسطة بالموبايلات دي وسلسلة بتاع الايه الجديدة وتسحب السجادة من تحت الشركات الصينية وتقعدهم في البيت وحاجات كده وبعيدين عن الكلام ده حقيقي او لا الا ان سامسونج كانت محتاجة تعمل كده فعلا وكانت محتاجة تقدم حاجة زي السلسلة الجديدة بتاع الايه دي لان وضعها في الفئة دي مكادش بتقدم قيمة عالية مقابل السهر خالص والصراحة عشان ما اكدبش عليكم اول ما شفت المواصفات بتاع الموبايلات بتاع سلسلة الايه الجديدة يعني هي مواصفات حلوة كل حاجة ولكن ما كنتش متحمس من جوايا قوي يعني برضو كنت شايف ان فيه وبشانات تانية احسن من حاجات من موبايلات تانية من شركات تانية ولكن دايما الانطبعات الاولية اللي بنكونها من مجرد المواصفات ما بتكونش صورة كاملة ما بتدكش الصورة الحقيقية عن الموبايل بس هل ده معناها ان سامسونج عامل الجهاز خالي من العيوب لا الجهاز في عيوب بس التجربة اللي بيقدمها لك مش هتاخدها من اي موبايل تاني غير من سامسونج واول حاجة تميز الموبايل ده عن كل المنافسين هي الشاشة اللي بتستحوز على نسبة كبيرة جدا من وجهة الجهاز وبحواف قليلة جدا اول مرة نشوفها من سامسونج في فاق قليلة زي دي وبنطش على شكل حرف يو او شبه الوتر دروب نطش اللي شفناه قبل كده من شركات تانية هو من تحت فيه حفة كبيرة نوعا ما ولكن ده مقبول جدا على فاق المتوسطة فل اتش دي بلاس اللي هو كمواصفات واس بيكس دي تقريبا نفسه مواصفات الاس تن اي اللي هو الموبايل الاقل في السلسات الاس تن اي الشاشة هنا ممتازة وحدة الالوان رهيبة والشاربنس والكنترست لا نهائي لان دي شاشة امولد فالاسودات بتطفي تماما فميش حاجة اسمها كنترست تبقى لقى كنترست ممتازة هي طبعا هنا مش نفس الشاشات الامولد اللي موجودة في الفلاكشيبس ولكن طبعا لما بنيجي نحكم على الموبايل بنحكم عليه مقارناتا بقى رايب وفقاته السعرية او الناس اللي بتنفسه وفي كل الموبايلات الفقات السعرية دي مفيش موبايل بيقدم شاشة قريبة مش شاشة دي اصلا كلهم بيقدموا شاشات اي بي اس وسحب دي بقى اي بي اس وحش كمان وبيبقى الزوايا الرؤية فيه تعبانة ان كتكون دي احد اكبر اسباب شراء الموبايل ده والاهم كمان من الشاشة هو الشيء المعروض واللي كان مفايق اصار جدا بالنسبة لي ان سامسونج هنا حتى السوفتوير الجديد بتاعهم اللي قدموا في سلسية الاس 10 اللي هو الوان يو اي الوان يو اي مخدش وقت عشان يبقى واجهة الاندرويد المفضلة بالنسبة لي قبل ما اجرب الوان يو اي كانت الواجهة المفضلة بالنسبة لي هي الواجهة بتاع شاومي اللي هي المي يو اي بس فيه حاجة كده في الترتيب القوائم بتاع سامسونج وشكل التطبيقات والقوائم الدائرية كل حاجة مدورة من كل الاطراف على مدار السوفتوير كله وفيه سهولة في التنقل وشكل الايكونات الكبيرة التخينة ده انا بحبه جدا وفيه ان مشتز كده بسيطة وجديدة وسعيدة بتحصل زي مثلا لما ايجي لك اشعار وبتفرج عليه هو بيختفي ويصغر لجوة الشريب بتاع الاشعارات اللي فوق اللي جنب حاجات ظريفة جدا ان كل شيء مدور ومنظم وفلات وجميل والتطبيقات بتاع الجهاز تحس انها متنظمة مصبوط اوه ده الشكل المثالي لسوفتوير من وجود نظر كمان نايت مود النايت مود ده حكاء الواحده مع الشاشات الاموليد اللي موجودة هنا بس انا عندي خبر وحش للأسف الشيء اللي اكتشفته هو ان الوان يو اي مش اخف السوفتوير على الاندرويد مع جهاز قوي زي الجالاكسي اس 10 مش هتحس باي حاجة ولكن في اي مشكلة لكن لما اتجرب الوان يو اي على جهاز بعتاد قليل زي ال اي ففتي الحركة والانيميشنز بتبقى اتقل شوية بس مش اتقل لدرجة انها تقراك في الجهاز لا 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 خالص يعني لو انت حابب السوفتوير زي ما انا حابه كده هتتغاضى عن شوية التقل البسيط اوي اللي في السوفتوير بس اللي انا خايف منه ان يمكن الاحساس بتاع الحب ده اعجابي الشديد بالوان يو اي وفترة شهر العسل بتاعك مع الموبايل لما تنتهي تبتدي تلاحظ التقل بتاع الموبايل ده تبتدي تاخد بالك منه وتتدايق لو كان الشكل بتاع السوفتوير وجماله بيلهيك بعد ما خلاص تتعود عليه مش هتبقى شايف غير التقطيعات والتهنيجات البسيطة جدا اللي بتحصل في السوفتوير والمشكلة مش ان عتاد الموبايل ضعيف لا الاي ففتي بيجي بمعالج جديد من سامسونج اسمه اكسينوس 9610 وده تقريبا يوضاهي السنام درجون 710 او الكلن 710 وانت بتفتح البرامج وانت بتستخدمها جوه جوه البرنامج نفسه هتلاقي الاداة ممتاز جدا المشكلة الوحيدة اللي ما كنت قابلك هي الرامات الرامات ما بتكفيش قوي ان البرامج تبقى مفتوحة في الخلفية يعني هما اربعة جيبات رام عادي مش رامات قليلة ولكن ساعات ما بيكفوش ساعات كتير قوي افتح برنامج وارج على البرنامج اللي قابله على ايه خلاص تقفل ويريلود من اوله جديد والاسف مفيش اوبشن انك تقلل ده لا ده الاوبشن ان انت تزود تزود الاجرسيف بتاع قفل التطبيقات ده في الاستين كان في وضع اسمه ان هو يشغل كل حاجة على طاقتها لكن هنا اقصى حاجة ممكن تعملها هي وضع الاوبتمايزد اللي هو بيديك اللي هو بيوفق ما بين الاستخدام والحفاظ على البطارية وده شيء كويس جدا ولكن يعني ده بيخلي البطارية تقعد معك فترة طويلة ولكن كاستخدام ممكن يواجهك مشاكل على ذكر البطارية فالبطارية هتقعد معك هنا يوم كامل استخدام بكل سهولة والبطاريته كويسة جدا هي ما بتكملش بعد اليوم قدامك شاقة قوي 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 ممكن تحتاج تشحن على اخر اليوم ولو احتاجت تتعمل كده انت عندك هنا يوزي بي سي وشحن سريع والشحن السريع بيجي في العلبة وحاجة ممتازة كده مفيش اي تضحيات في النقطة دي تعالوا نشوف بقى الحاجات اللي هتضحي بها فانا اول حاجة زي ما انتم شايفين الماتيريالز بتاع الجهاز تاسها متطبقة وضعيفة ومنبعجة جدا احساس الفخمة والمتانة ده مش موجود هنا خالص الجهاز خفيف وملمس ورخيص وده لانه هو مصنوع من البلاستيك ولان التصميم بتاع الظهر لامع فاللمعان بتاع الظهر ده مع البلاستيك بيخلي انعكاسات الضوء متنية وبتتموج مش زي الموبايلات الازاز اللي بتحسك ان الظهر مراية لأ هنا لانعكاسات بتاع الضوء ممبعجة وشكلها بصراحة من نوجة نظري قبيح بس دي مش مشكلة كبيرة لازم نعترف بدا لان الاهم في الفئة المتوسطة هو تجربة الاستخدام مش الشكل والملمس والحاجات دي الحاجات دي معمولة للفلاكشوبس اكيد هيبشي حلو جدا لو الموبايل هنا بريميم والمس وبريميم ولكن على الاقل انت مش بتخسر اي متانة مع البلاستيك الموبايل لو وقع مش هيتكسر وبعدين عندك في العلبة كوفر واللازق على الشاشة فما تخافش من المتانة الموبايل مش ضعيف النطة الثانية المحبطة بالنسبة لي هي السماعة الخارجية السماعة الخارجية الصوتة معايا كان ضعيف جدا ومش ناقي خالص ومكتوم وبصراحة غير صالحة اصلا لمجاهدة الفيديوهات والافلام عليها لازم تركب هيتفونز عشان تاخد تجربة مرضية وعلى فكرة مش كلها مش انها سماعة مونو فيه سماعات مونو كتير افضل من دي ثالث حاجة هتوقع محبطة كمان هي قارق البصمة اللي تحت الشاشة اول ما افرقت على الموبايل ده اول ما نزل شيء موبر جدا موبايل بقارق بصمة تحت الشاشة فاسحرية متوسطة دي حاجة اول مرة نشوفها بس اول ما اول ما مسكت الموبايل في ايدي وجربت قارق البصمة كان اسوأ ما يكون لدرجة اني حرفيا لغيته واستخدمت الباترن العادي لكن لحسن الحظ قبل ما اعمل ريفيو ده على طول نزل تحديث غير كل الكلام ده وقارق البصمة بقى سريع جدا وممتاز ما فيوش اي مشاكل وحايا ما اقلش حاجة عن اللي شفناه قبل كده في حاجة زي الهاوي متوينتي برو ولا البي سيرتي برو هو هنا بيستخدم نفس التقنية القديمة اللي شفناها زي المنتوينتي برو والوان بلاس سكستي قارق البصمة اللي هنا مختلف عن اللي موجود في الاستن اللي في الاستن بيشتغل بتقنية الالترا سونيك اللي بيقرأ بصمة صبعك بموجات وترددات الصوت فاللي في الاستن هيبقى ادفانست شوية عنده واحسن شوية بس مازال قارق البصمة في الاي فيفتي ممتاز مشكلته الروحية ده بس ان الانيميشن بتاع فتح الموبايل بيعلق شوية وغالبا ده يرجع لتقلو السوفتوير وعتاد الموبايل اللي ميرجعش القارق البصمة نفسه فحاليا بعد الابديت ده انا لا اعتبر قارق البصمة يشكل اي مشكلة تماما مشكلتك الوحيدة مع الموبايل هتبقى الخامات البلاستيك والسماعة الخارجية لو قدرت تتغاد عنهم ما تحصل على تجربة استخدام مع السوفتوير ممتازة جدا تجربة شاشة خرفية مش موجودة على اللي عند سامسونج والكاميرات عندك هنا تلك كاميرات في الضح كاميرا اسية 25 ميجا بيكسل اللي فتحت عاسها كبيرة جدا وف 1.7 ومعها كاميرا تانية 5 ميجا بيكسل عشان تحديد الأطراف والكاميرا الجديدة او اللي شفناها في ال A7 ولكن تعتبر جديدة على الفئة دي وهي الكاميرا الالترا ويد اللي بسنسور 8 ميجا بيكسل مشكلة الوحيدة اللي وجدني في الكاميرا هي ان الاوتوفوكس بتاع الكاميرا ضعيف جدا بس الصور بتطلع من ال A50 مو متازة جدا شارب وبديناميك رينج هايل لانها تطلع لك نتائج يعني مش مقبولة تماما استخدم الكاميرا الاساسية بس والمعالجة بتاع الصور هنا فيها روح كده ودين A بتاع الجالاكسي اس 10 وخاصة في معالجة الالوان والديناميك رينج الموبايل ده بأقل من نص ثامل الاس 10 اللي قصده من كلامي هنا ان انت لو كنت حابب النتائج بتاع الصور اللي بتطلع من الاس 10 فانتهي هنا تحصل على التجربة ومشابه الكاميرا يسهل في 25 ميجا بيكسل وبتطلع صور كويسة جدا جدا انشارب جدا والوانها حلوة الكونترست فيها ضعيف شوية والديناميك رينج ضعيف شوية وفي الاضاءات الضعيفة الصور بتبقى يعني نوع ما مش حاجباني بصراحة حاول تاخد سيلفياتك في اماكن منورة لان دي مش كاميرا سيلفي تعتمد عليها في الاضاءة الضعيفة خالص اوفرول عمتا الموبايل هنا تحس ان هو سامسونج عملاب عقلية ايه لو انت كان عاجبك الاس 10 بس بس معاكش فلوسه فان احنا بنقدم لك اهو الجالاكس ايه 50 بموصفات قريبة جدا تلك كاميرات شاشة ايموليد اه حواف قليلة جدا حوالي الشاشة قارئ بصمة تحت الشاشة خمسالاف جنيه او بمتين دولار وعاوزك تبصلها من ناحية تانية برضه المستفيد الاكبر من السلسلة جديدة بتاع السلسلة الايه هي سامسونج دي فرصتهم ان هم يرجعوا يسيطروا او ينافسوا في الفئة متوسطة يعني لان الشركات الصينية قد سيطرت خاص على الفئة دي وخاصة في الاسواق اللي زي مصر والهند من وجهة نظرك بقى الشي اللي انا عايزك تقولولي في الكومنتات هل شايف ان سامسونج بسلسلة الايه الجديدة رجعت تسيطر على الفئة دي او رجعت تنافس او لعبتها صح مانزوش تقولي رأيكو ده في الكومنتات واكيد اعملوا لايك الفيديو لو عجبكو او رجعت تعملوا سبسكرايب للقناة عشان ما يفتوش الفيديوهات الجديدة ولنك شراء الايه هفتي تحت الفيديو في التسكريبشن لو عايزيني تشيروا موبايل وبس كده اشوفكم الفيديو جاي سلام